إذا كنت في هذه الجزيرة ولمحت أحدا يغرق فيها إياك أن تساعده فلن تتخيل ماذا سيصيبك بعدها تعود قصة هذه الجزيرة لنصف القرن الماضي ولعقود طويلة لم يكن في هذه الجزيرة المنعزلة سوى كوخ واحد لرجل يدعى جوليان سانتانا باريرا وكان غريب الأطوار في أحد الأيام بينما كان واقفا وحده على ضفاف الجزيرة يتأمل المياه تعلقت عيناه فجأة بطيف فتاة صغيرة بدت وكأنها عالقة بشيء ما يمسك بجسدها ويبقيه تحت سطح الماء ظن جوليان لوهلة بأن الفتاة ميتة لكن عندما اقتربت الفتاة من السطح ظهر أنها لا تزال حية كانت عينها مفتوحتين على وسعهما وكانت تنظر إلى جوليان بغرابة فقفز الرجل إلى الماء على الفور لكن ما سحبه من تحت الماء بعد جهد جهيد لم يكن سوى دمية أطفال كاد جوليان أن يفقد صوابه إذ أنه كان متأكدا بأنه شاهد فتاة حقيقية تغرق لكن يداه لم تقع سوى على دمية من المطاط وقد زادت حيرة الرجل بعدما أخبره أحد المزارعين لاحقا بقصة الفتاة التي غرقت في تلك البقعة في عشرينيات القرن المنصرم والتي لم يعثر على جسدها أبدا أيقن جوليان بأن ما رآه في الماء لم يكن سوى شبح تلك الفتاة الغارقة وبأن الدمية هي علامة ودليل على صدق ما رآه أخذت صورة الفتاة الغريقة تقد مطجعه كلما أغمض جفنه طالعته عيونها وهي تحدق إليه من تحت سطح الماء كأنها تحدثه وتصرخ فيه متوسلة بأن ينقذها في كل يوم كان جوليان يلتقط دمية جديدة في نفس تلك البقعة التي شاهد فيها جثة الفتاة الغارقة كان يأخذ الدمى ليعلقها على أغصان وجذوع الأشجار وبلغ هوسه بالدمى حدا جعله يذهب إلى المدينة يوميا ليبحث في سلال القمامة والنفايات عن بقايا الدمى القديمة وأحيانا كان يقايد بعض الثمار والخضروات التي يزرعها في جزيرته بالدمى القديمة وبمرور الأيام والسنين تحولت الجزيرة إلى معرض كبير للدمى ففي كل ركن من أركانها وعلى كل شجرة كانت هناك الدمى وعرائس تحدق بالغادين والرائحين من ركاب الزوارق المارة بالقنوات والأنهر المحيطة بالجزيرة تم العثور على جثة جوليان طافية على سطح الماء في نفس البقعة التي شاهد فيها طيف الفتاة الغارقة قبل نصف قرن من الزمان لا أحد يعلم على وجه الدقة كيف ولماذا مات جوليان لكنه رحل تاركا ورأه واحدة من أغرب الجزر في العالم وأكثرها كآبة بعض المزارعين والسكان القريبين من جزيرة جوليان راحوا ينشرون قصصا غريبة عن دمى الجزيرة قالوا بأنها تحدق بهم بغرابة أثناء مرورهم بالزوارق بمحاذاة الجزيرة وأقسم بعضهم على أن الدمى كانت تتهامس فيما بينها وأن البعض منها كانت تومئ إليهم وتدعوهم للقدوم إلى الجزيرة هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر